تعالوا نفتح كده الموضوع النهاردة الدنيا قامت معادتش تعالوا نتكلم من قبل مباراة طنطا الاهلي بيلعب طنطا بيقدم مستوى مش كويس وبيكسب بهدف العلي مع اللول من ضرب الجزاء وبعد كده الزمالك بيلعب المصري بيلعب ماتش وحش قوي 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 والمصري عالمي وزمالك بيكسب 1-0 بهدف لحمة جعفر ثم ماتش مصر وغانا اللي معظم اللعيبة من الاهلي والزمالك مع بعض اللعيبة المحترفة ومصر بتلعب ماتش وحش قوي 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 واداءا يعني وبنكسب 1-0 أو 2-0 بهدفين لنجمينة محمد صلاح برضو من ضرب الجزاء وايضا هدف رائع لعبدالله السعيد من تمرير رمضان صبح لمحمد صلاح لعبدالله السعيد حطاها حلوة نهاردة كمان زمالك بعد ما كان غايب منه أكتر من لعب ماتش المصري والمصري فرقة كبيرة بتعمل نتائج كبيرة كان نهاردة القلية توقع ان طنطة اللي مهزوم معظم مبارياته الأخيرة وزمالك مش بيلعب مع طنطة زي ما الأهلي لاعب في غزل المحلة ملعب غريب شوية عن نادي الأهلي لا ده بيلعب على أرضه في بيترو سبورت وبالتالي كان من المتوقع أن تكون النتيجة كبيرة مؤمن سليمان فكر من قبل المباراة انها مباراة سهلة أسهل من المشوار اللي جاي هكلمكم عن الموضوع بس نقول النتيجة في النهاية واحد صفر بضرب الجزاء احتسبت لأيمان سليمان وأحرز منها شيكابالا هدف المباراة الوحيد بعد أداء سيء للغاية وأيضا كان فيه شك لضرب الجزاء لطنطة لكن في النهاية تنتهي المباراة واحد صفر بأداء سيء للغاية وهنا السؤال بقى جماعة هل الأداء مهم ولا نتيجة يعني ماتش مصر وغانا بعض الإعلاميين طلعوا قالوا مش مهم الأداء المهم النتيجة المهم التصدر النهاردة نفس الإعلاميين بيقولوا هارد لك للزمالك فبتقال هارد لك ليه الزمالك كسب لا هارد لك للأداء طب إحنا ليه ما قلناش مصر وغانا هارد لك الأداء يعني في النهاية عايزين نعرف الاستراتيجية هي الفوز ولا الأداء هو فيه كذا حاجة ممكن تبقى أداء وفوز وممكن تبقى أداء وهزيمة وممكن تكون أداء سيء وفوز وممكن أداء وفوز اللي اتنين وممكن أداء رائع وهزيمة يعني وتعادل يعني كل شيء وارد لكن أفضل شيء في الرياضة هي الفوز خصوصا في الرياضة المحترفين واللي بيلعبوا على بطولات طيب الدنيا قامت ما قعدتش وإحقاقا للحق يعني جزء كبير منه سببه الإعلام يعني أنا مثلا إما جيب رئيس نادي الزمالك وأنا عارف كويس قوي مين رئيس نادي الزمالك واطلع وهو معي على الهوى قوله على فكرة أحمد توفيق كان بيغلط فيك طيب إما إعلامي يقول أحمد توفيق على فكرة جالي إن أحمد توفيق بيغلط فيك طب إما يقول كده مرتدى مصور اللي إحنا عارفينه يعني هيطلع يقول إن أحمد ده حبيبي ده روح قلبي وهلا يقول مين وبتاعه يسخن لأنه شخصية عصبية جدا والشخصية مفعالية ومعندهو السبات مفعالي وممكن في ثانية يولع وفي ثانية بيهدى نمرة اتنين الملعب زي أحمد توفيق يطلع رئيس نادي يقول أنا مش عارف أحمد توفيق بيلعب فيه مغلطش فيه خالص بيلعب إيه النهاردة وأحمد توفيق على فكرة معزور يعني بقاله أكتر من 20 مطش بيلعب أساسي وتسعين دقيقة وطلع عينه يعني أحمد توفيق مجهد لكن هو أداءه سيء ما كانش كويس فأنا يعني ممكن يكون مرتدى قصده توظيف أحمد توفيق كان إيه النهاردة أو أحمد توفيق ما كانش حلو النهاردة لكن رجل اتكلم عادي جدا فييجي واحد أخو أحمد توفيق يكلمه يقول له الحق مرتدى بيتكلم عليك فيسخنه فيروح الإعلام باتصل بأحمد توفيق فأحمد توفيق يخش فيروح لو مش أنا وحش ومش عاجبك ماشيني برضو فين يعني أي حد يخش كده لعيب كورة فين الإدارة فين يعني وأي حد يتكلم على رئيس النادي حتى لو رئيس النادي غلطان يعني وبردو دي حاجات غريبة بتحصل إما إعلامي يطلع أول سؤال ليه تم إقالة الجهاز والجهاز كذبان يعني زي ما بزبط كده مثلا بعد ماشر مصر وغانا احنا لعبنا وعش قوي فممكن نفس الإعلام ما سيقولك تم إقالة كوبر سيقولك إقالة كوبر إيه ده راجل متصدر طب ما نيجي نفكر كده شوية مؤمن لعب كده ليه أنا طبعا تعرف أنا بابحس وكده ليه ما لعبش طريق حامد ليه ما لعبش محمود حامد دي مثلا ليه اللي أنا عرفته إن الزمالك عنده ما تشطي إيلة جدا الفترة اللي جاي عنده الاتنين اللي جاي الاسماعيلي التلات اللي جاي الاسماعيلي وبعد كده السبت عنده المقاولين وبعد كده التلات عنده ودي دجلة تلات مباريات تقال ف كان من وجهة نظر مؤمن إن أنا رايح طارق ورايح محمود ورايح بعض اللعيبة اللي هي هتكون يعني موجودة في التلات مباريات اللي جايين على أساس أن تنطق أقل شوية في المستوى طيب ارجعوا لي كده تاني معلش هسأل سؤال هو دلوقتي مثلا للأستاذ علي جبر وأقول لكم الأستاذ علي جبر عمليه يعني للأسف يعني أستاذ علي جبر إن هو نجم النجوم دلوقتي وقلنا أثنين على مستوى هو وحمد حجازي في مطش غين فييجي المدري يقول له معلش أنا هطلعك المطش ده فيزعق ويدايق ويمشي المدرب ويتكلم من ورا المدرب كلام سيء للغاية وعايز أقول لكم قرار قد يكون قرار مصيري لمؤمن ومستشار مرتضة وعلي جبر أعتقد أن خلال ساعات أعترفه أن هيتم إيقاف علي جبر لمدة أسبوعين وهيتمرم مع الشباب يعني معنا كده أن علي جبر لن يلعب التلات مباريات الجايين سواء اسماعيلي ودي دجلة والمقاولين فهل المرتضة هيقبل ولا هعمل أقوبة مالية وهل المدير فني هيقبل أن قراره يرجع فيه خصوصا أن علي جبر أخطأ خطأ كبير جدا 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 أنا بحبش أقول التفاصيل بس هو أخطأ خطأ كبير جدا وأنا شخصيا مصدوم فيه لأن علي جبر من الشخصات الهدية جدا يعني شخصية هدية معرفش اتغير ولا إيه لكن هو شخصية هدية يعني طول عمره شخصية هدئة يعني يعني وعنده أخطأ كتيرة جدا واستحملها المدير الفني يعني أكتر من مرة وأخطأ في الدفاع ولكن في نهاية برضو لعيب كبير وساعات بيوجيد بصورة كبيرة جدا زي ما أجاد في ماتش غال لكن ليس من حق اللاعب أنه يعترض بهذه الصورة الكبيرة زي برضو ما تكلمنا على أعماد متعب مع الفارق أن أعماد متعب نجمي كبير جدا ويدى بلده كتير جدا لسه بدري على علي جبر بما يوصل لأعماد متعب لكن أعماد متعب ظروفه مختلفة أعماد متعب ما بيشمهاش في الكرة كده يعني ما بيشوفش الملعب مع حسن بالبدري حتى في التقسيمة بيطلع بره 22 فالراجل متدايق قال كلمتين لكن هنا بقى مدير الكرة اللي عارف يحتوي لا 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 ما فيش حاجة وعماد متعب لعيب كبير ومعرفش إيه تمام طبعا ومعرفش إيه إعلام اللي بيحتوي بيعرف قيمة عماد والكابتن حسن بالبدري ويحتوي الموضوع وإعلام تاني بيولع عارف إن الشخص ده عصبي وعارف إنه لو رمى كلمة ده كذا وعارفين إن المديرين الفنيين في نادي الزمالك في ثانية ممكن يمشوا فإعلام بيولع وإعلام بيهدي لأنا عايز أقوله هنا إن مستوى اللعيبة بتوعى منتخب مصر والأهلي والزمالك في المنشوات الأخيرة مستوى سيء ولكن بيفوزه هل إنت مع الفوز والنتيجة يعني إما نيجي نتكلم مؤمن لعب كم ماتش مؤمن لعب خمس مباراة كسب أربعة طب كسب مين كسب أمبي وكسب نصر التعدين وكسب طنطة وكسب مين يا كماعة تانية وتعادل مع سموحة وفكروني وكسب المصري يعني يعني قول المصري وإمبي فرقتين تقال طنطة والشرقية فرقتين عاديين يعني يعني ونصر التعدين أيضا فريق عادي ف لكن لكن كسب وتعادل مع سموحة وسموحة فريق أقوى فريق في مصر بعد الأهلي والزمالك في المقابل المنافس الأقوى لي تعادل مع بيتروجيت هو فريق قوي جدا برضو تعادل مع تحاد سكندري فريق بيعلى وينزل ما تعرفلوش إيه قصته يعني وكسب طنطة بهدف ضرب الجزاء برضو الدنيا ما قمتش بعد ماتش الأهلي ولا رئيس النادي دخل محمود طاهر ولا لعيب رد على رئيس النادي ولا ولا الإعلام قال لرئيس النادي هتمشه حسام البدري إمتى ولا يعني فيه إيه فيه إيه يعني أنا شايف أن أحداث ما بعد المباراة أحداث ساخنة أكتر من المباراة بكتير ديناك أتساعة النهاردة لكن مما لا شك فيه إن أداء الزمالك سيئ وإن النهاردة ما تتفرج على المباراة تحس إن الزمالك هو اللي مطرود منه واحد وإن الزمالك ما يبتدي طنطة يلعب وهو لسه حديث العهد ومعندهوش خبرات ولعيبة مغمورة أسامي يعني مغمورة عندهم لعيبة كويسة لكن ومن ديئة 13 ومغلوبين 1-0 والزمالك مش عارف يجيب جون مش عارف يبني هجمة مش عارف يوصل للمرمة في المقابل في خطورة لطنطة لدرجة إن الجمهور الزمالك عايز المطش يخلص والوقت الضيئة يخلص عشان الزمالك بيخشش فيه جون وما يكون أحمد الشناو أحد نجوم المباراة يعني دونجة صفقة مهمة لكن معظم اللعيبة خارج نطاق الخدمة طيب هو لو لو شوقي السعيد لعب ما كان علي جبر في ماتش تانتا فلو علي جبر لعب فالدوني هتتغير طيب ما علي جبر كان بلعب ماتش غانا طيب ما علي جبر كان بلعب ماتشات سانت داون زيناك يعني برضو والفرقة اتغلقت طيب لو طريق حمد لعب ومعرفش مين اه ممكن طريق حمد دي يفرق في نص ملعب كل حاجة بس طرح ما كان ماتش ما غانا برضو حد يقول لي دا غانا طيب ما هو دا منتخ بمصر برضو بالمقابل يعني فيعني هل اللعيبة اللعبة دي توسط طيب حد كان بيقول لي مؤمن مثلا زمان كان بلعب حسني فتحي هافليفت طيب حسني فتحي لعب بكرية النهاردة ما كانتش في مستوى ما كانتش كويس اي منحفني بقاله 3-4 ماتشات مش هو اي منحفني بس صنع الفارق بضرب الجزاء تم احتسابها على رضا العزب في منظر تهور يعني من رضا العزب احمد جعفر ما كانش باين النهاردة تماما باس المرسي بقاله ماتش الفات برضو ما كانش باين يعني القصة يعني مش دي مش مش اللعيبة مثلا تم تغيير 3-4 العيبة فلو 3-4 العيبة دول كانوا موجودين كان الزمالك كسم 5 لأ الزمالك سيء وحتى انه النهاردة انا بقول لو مفيش مدير فني مثلا مؤمنش موجود خالص وما بيقولهمش ولا جملة هل اللعيبة دي بامكانياتها بقدراتها ما تعرفش تلعب كويس في الملعب وتأدي اداء رائع واحلى من كده بكتير هل توقف الدورة 12 يوم اثر على مستوى اللعيبة في معظم المباريات اللي تلعبت طيب